بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم اليوم بإذن الله تعالى نختم معكم الفصل السادس في تقويب الفصل السادس والاختبار المقنن معكم الأستاذة العنود الهملان كان عندنا مهمة آدائية في الدرس السابق سؤال 58 في صفحة 186 يقول لك افترض أن المفتاح الموضح في الشكل الموجود عندنا في الشكل 26 مفتوح وحدد كل من أي تيار القاعدة طالما كما نلاحظ أو نشاهد في هذه الصورة أن المفتاح للدائرة الكهربائية مفتوح إذن كيف يكون تيار القاعدة؟ إذن لا يمر هناك تيار وبالتالي يصبح قيمة التيار القاعدة صفر بي تيار الجامع إذا أيضا كان مفتاح الدائرة الكهربائي مفتوح فأن ليس هناك أي تيار للجامع أيضا يكون قيمة التيار بصفر طيب سي قراءة جهاز الفولتميتر نشاهد أن الجهاز الفولتميتر قريب من المصدر الطاقة البطارية جهدها 15 فولت وبالتالي طالما هنا لا يوجد أي تيار وبالتالي فإن قراءة الفولتميتر ستكون نفس قراءة مصدر الطاقة أو البطارية 15 فولت وهذه الإجابات طيب نعمل مراجعة سريعة للباب كامل بصل الإلكترونيات الحالة الصلبة هي عبارة عن أن المادة الصلبة تنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام المادة الموصلة الصلبة المادة العازلة وأشباه الموصلات المادة الصلبة تكون حركة الإلكترونات فيها عشوائية وذات حزم مملوء جزئيا وكذلك موصلة للتيار الكهربائي أما المادة العازلة فهي غير موصلة للتيار الكهربائي حزم التكافؤ تكون ممتلئة تماما بالإلكترونات أما حزم التوصيل فتكون فارغة يوجد حاملات للشحنة حرة طاقة الفجوة مقدارها 5 إلكتروفولت أقل شيء يعني 5 إلكتروفولت فأعلى أشبه الموصلات تكون حزم التكافؤ مملوءة فجوة الطاقة بين حزم التكافؤ وحزم التوصيل تكون تقريبا تساوي 1 إلكتروفولت توصيلها للتيار منخفض لكن نقدر أن الناس خليها نتوصل للتيار الكهربائي عن طريق إضافة الشوائب وبالتالي توصل عن طريق الإلكترونات والفجوات عندنا نظرية الأحزمة أخذنا فيها حزم الطاقة كما نشاهد فيها هذه الصورة فهي تتكون من حزمتين حزم تكافؤ وحزم توصيل تفصل بينهما منطقة المحظورة أشبه الموصلات المعالجة أنواعها عندنا النطية وهي السيليكون والجرماليوم عندنا شبه موصل من النوع السالب وهو المعالج بالجاريوم أو شبه موصل من النوع الموجب بي مثل عندنا المعالج بالزريخ الأدوات الإلكترونية تقسم عندنا إلى قسمين دايودات وترانزسترات الديودات يعمل كمقوم للتيار الكهربائي انحيازه عنده نوعين في طريقة التوصيل إما انحياز أمامي أو انحياز خلفي وهو عبارة عن مصادر مشعة وكاشفة للضو أيضا يحول الجهد المتناوب إلى جهد مستمر الترانزسترات عندنا نوعين لها إما BNB أو NBN لا بد أن الوصلة في الوسط تختلف عن الأطراف في الجامع والباعث استخداماته يستخدم في مضخم للجهد وأيضا مفتاح تحكم في الدائرة الكهربائية عندنا السؤال الأول في صفحة 185 أو 184 سؤال 33 في تقويم الفصل يقول لك أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات الآتية عندنا الترانزستر الدايد السيليكون يبعث ضو يوصل الكهرباء في كل الاتجاه طبعا هنا عندنا خريطة المفاهيم العامود الأول أو الدائرة الأولى مكونات الدائرة الكهربائية عندنا هنا تضخيم من هو المسؤول عن التضخيم؟ ممتاز المسؤول عن التضخيم اللي هو الترانزستر إذن نكتب نكتب هنا الترانزستر إذن هنا الترانزستر طيب نبغى نشوف المسؤول عن اللد من هو المسؤول عن اللد؟ أحسنتم المسؤول عن اللد هو الذي يبعث ضوءا طيب عندنا يوصل في اتجاه واحد أخذناه من الأدوات الإلكترونية اللي توصل في اتجاه واحد تذكرونا؟ أحسنتم اللي هو الدايود طبعا الدايود السيليكون طيب منه يتكون عندنا من سيليكون نحاس؟ إذن باقي لنا الكلمة الأخيرة اللي هو يوصل الكهرباء في كل من الاتجاهين أحسنتم رائعين اليوم طيب نبغى نشوف سؤال 34 يقول لك كيف تختلف مستويات الطاقة في البلورة عنصر معين عن مستويات الطاقة في ذرة مفردة من ذلك العنصر؟ كيف تختلف؟ طبعا طالما أن أساسا أن الذرة تمتلك مستويات الطاقة وبالتالي فهي تكون مستويات الطاقة مفردة ووحيدة أما البلورة طبعا راح تكون صغيرة تمتلك مدى صغير دائما البلورة ذراتها منظمة ومرتبة فتكون عندها المدى صغير جدا وبالتالي تكون القيم في هذه البلورة منفردة أو مفردة طيب عندنا سؤال 41 يقول لك فيه من خطط حزم الطاقة الموضحة في الشكل عندك الشكل 6-15 أيها لها حزم توصيل نصف ممتلئة؟ أي واحد يكون نصف ممتلئة؟ هل A أم B أم C؟ أحسنتم طبعا A لماذا؟ لأن A لا يوجد عندك منطقة محظورة وبالتالي حزم التوصيل تنتقل من التقافؤ إلى التوصيل ومن ثم تغادر الذرة في توصيل للتيار الكهربائي طيب 42 يقول لك أيها يمثل أشباه موصلات أحسنتم إذن الشكل B لماذا الشكل B؟ لأن أشباه الموصلات تكون فجوة الطاقة الممنوعة والمنطقة المحظورة فيها واحد إلكترو فولت وبالتالي لا تكون موصلة ولا تكون عازلة فهي في المنتصف فتكون مستوى الطاقة فيها واحد إلكترو فولت إذن تعتبر من أشباه الموصلات سؤال 46 يقول حدد إذا كان المصباح في كل من الدوار A و B و C موضحة في الشكل 6-16 مضيئة أم لا؟ نمسك كل دائرة على حدة ونشرحها ونرى هل هي مضيئة أم لا؟ نحب في الشكل A عندنا في الشكل A هنا القطب الموجب للدايود هذا هو القطب الموجب والقطب السالب هذا هو القطب السالب طيب نجي للبطارية البطارية هنا قطب موجب وهذا هو القطب السالب نلاحظ أن الدايود في هذه الحالة هل يضيء المصباح أم لا؟ لما يخرج القطب السالب من هنا طبعا التيار رح يسري بهذا الشكل لأنه يخرج من القطب الموجب للبطارية وبالتالي يسري بهذا الشكل إذن هل يضيء المصباح أم لا؟ إذن هنا حصل انجذاب ما بين القطب الموجب والقطب السالب للدايود وبالتالي كونت طبقه أو منطقة النضوب كبيرة جدا إذن هل يضيء المصباح؟ ممتاز إذن هنا المصباح لا يضيء لماذا؟ لأن أصبحت منطقة النضوب كبيرة جدا نجي عند المصباح الثاني أو دائرة الكهربائية في الشكل B نلاحظ أن هنا بالنسبة للبطارية هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب طيب الدايود؟ الدايود هنا قطب موجب طيب وهنا قطب سالب وهنا سالب وهنا موجب دايودين عندنا متصلين مع بعضهما البعض نلاحظ هنا سياء التيار يسري من الموجب ويدخل الموجب صحيح المفروض أن هنا طالما عنده اختلاف إذن يوصل لكن متصل بضديدة إذن هنا متصل عندنا بالضديد له اللي هو بشكل عكسي إذن هل يوصل أو هل يضيء المصباح؟ ممتاز إذن أيضا هنا تكون طبقة النضوب بين الدايودين كبيرة جدا وبالتالي هنا أيضا لا يضيء المصباح نجي للشكل سي الشكل سي نلاحظ أن هذا قطب بطارية الموجب وهذا السالب يخرج التيار يصل إلى منطقة التفرع يصل هنا إلى القطب السالب القطب السالب وهنا عندنا القطب الموجب طيب إذن هنا سالب وموجب إذن أصبح لا يضيء طيب مشى التيار لو أنه دخل جزء منه في التفرع هنا ومشى هنا ودخل للتفرع الثاني نلاحظ أن الدايود من قلب إلىه؟ أو عكس الدايود الأول إذن هنا موجب وهنا السالب إذن يسري التيار وبالتالي يصل إلى المصباح يضيء أم لا يضيء؟ ممتاز أحسنتم رائعين إذن في هذه الحالة تقل طبقة النضوب بين الدايودين ويحصل تداخل بينهما وبالتالي يصبح المصباح في هذه الحالة مضيء رائعين طيب نريد أن نرى سؤال 49 هل يظهر جهاز الأميتر مقاومة أكبر عندما يكون منحاز أمامي؟ أم منحاز طبعاً لما يكون عندك الصمام من النوع BN منحاز عكسي بمعنى إذا كان عندك الآن دايود BN خلاص؟ هل هو منحاز أمامي؟ أو منحاز عكسي تكون مقاومة فيه أكبر دي جهاز الأميتر أي واحد أحسنتم لما يكون طبعاً الصمام من النوع BN يظهر فيه مقاومة أقل متى عندما يكون منحاز أمامي لذلك يوصل التيار بصورة ممتازة أو بصورة جيدة أيضاً هنا عندنا نفس السؤال ولكن يقول هل هو منحاز أمامي؟ أجبناها إذن السؤال رح يكون منحاز أمامي ويكون المقاومة أكبر إذا كان منحازاً عكسياً إذن مقاومة أقل لما يكون منحاز أمامي لذلك يصل التيار أما لما يكون منحاز انحياز عكسي إذن هنا يكون مقاومة فيه كبيرة وبالتالي التيار فيه قليل جداً ننتقل للسؤال 51 يقول لك إذا قمت بمعالجة جرمانيوم النقي بعنصر الجاليوم وحدة إذن عندك جرمانيوم مادة سيليكون مادة شبه موصل وبالتالي رحت أنت علشت هذا الجرمانيوم شبه موصل بمادة شائبة وهي الجاليوم فهل تنتج مقاومة أم دايود أم ترانزيستور ما هي إجابتك عزيز الطالب ممتاز إذن طبعاً تنتج مقاومة لأنه لا يوجد أساساً أي وصلة بينهم وبالتالي ننتقل للسؤال 53 يقول لك في السؤال 53 ما عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في السنتيمتر مكعب من الصوديوم إذن يبغى عدد الإلكترونات الحرة لكل سنتيمتر مكعب علماً أن الكثافة إذن هنا أعطانا قيمة الكثافة اللي هي نسميها الرو وعطانا الكتلة الذرية اللي هي نسميها أم كابيتال وعندما يوجد إلكترون حر واحد في كل ذرة إذن هنا نقول عدد الإلكترونات الحرة لكل سنتيمتر مكعب تساوي واحد إلكترون على الأتم مضروبة في عدد أفو قادرو قيمة عدد أفو قادرو ستة بويند اثنين من مية في عشرة وثلاثة وعشرين أتم على المول مضروبة في الكثافة تسعمية وواحد وسبعين من ألف قرام على السنتيمتر مكعب مضروبة في واحد على الكتلة الذرية واحد مول على اثنين وعشرين بويند تسعة وتسعين قرام وبالتالي نختصر الوحدات مع بعض إذن هذا في المقام عندنا هذا في البسط هنا عندنا القرام في البسط مع القرام في المقام هنا عندنا المول في المقام مع المول في البسط إذن يصبح نضرب الأعداد اللي في البسط كلها مع بعض ونقسمها على الكتلة الذرية اثنين وعشرين بويند تسعة وتسعين يطلع الناتج اثنين بويند أربعة وخمسين في عشرة أسة اثنين وعشرين إلكترون حر لكل لسنتيمتر مكعب طيب عندنا هنا سؤال خمسة وخمسين يقول لك إذا كان هبوط الجهد عبر الدايود المشع للضوء المتوهج أعطانا الهبوط في مين؟ هبوط الجهد في مين؟ أحسنتم للدايود إذن طالما نحل ضد الدايود إذن رمزة كما ذكرنا V D ممتاز إذن هنا V D تساوي 1.2 فولت وفي الشكل هذا فإن هبوط الجهد عبر الدايود المشع للضوء ما مقدار التيار إذن هنا المطلوب في هذه السؤال التيار مجهول في كل مما يليه الدايود المشع للضوء الليد وبيبغى المقاومة لما ننظر إلى هذه الصورة نلاحظ هنا عندنا قيمة جهد الدايود V D كما اتفقنا وهنا عندنا المقاومة R وهنا عندنا V بجهد البطارية وبالتالي لا ينقصنا إلا التيار حتى نحسب قيمة المقاومة والجهد A أول شي عندنا القانوني رح نستخدمه للدايود V B تساوي IR ريه التيار في المقاومة زائد جهد الدايود V D طيب هو يبغى مين؟ هو يبغى الـ I إذن طالما أنه يبغى الـ I أنقل جهد البطارية للطرف الآخر يكون إشارة سالبة أحسنتم وبعدين أقسم على قيمة R أعوض يطلع هنا 6 طبعا من وين جبتها جهد البطارية من الرسمة 6 ناقص 1.2 اللي أعطانيها في المسألة أيضا موجودة في الرسم مقسومة على قيمة المقاومة 240 أوم طبعا هنا مكتوب 2 في 10 أس 1 بمعنى 20 ملي أمبير ألا ما أتعامل مع الملي أمبير إذن أحولها إلى الأمبير وذلك هي 20 وهنا ملي أمبير إذن أقسم على الألف بالتالي يصبح الناتج 20 من ألف أمبير إذن قيمة التيار في هذه الحالة 20 من ألف أمبير إذن هذه قيمة التيار المطلوب الثاني المقاومة قيمة المقاومة كم؟ ممتاز اللي هو قيمة المقاومة أو قانون المقاومة نحسبها من قانون أوم R تساوي V على I طيب الفين المين للبطارية إذن هنا البطارية من الرسمة 6 على قيمة التيار كم قيمة التيار طلعنا ممتاز اللي هو 20 من ألف إذن نقسم نطلع قيمة R تعطينا الوحدة بالأوم واضحي ثالث ننتقل للسؤال اللي بعده يقول لك هنا 56 أراد عمر زيادة التيار المار خلال دايد المشعل الضو في المسألة السابقة إذن عندنا في المسألة السابقة كان قيمة التيار 20 من ألف نبغى نزيده ليصبح 30 ملي أمبير طبعا قلت لكم ما نتعامل مع الملي إذن هنا على طول أحول دايريكت يطلع 30 من ألف ملي أمبير إذن قيمة التيار هنا 30 من ألف ملي أمبير على أن تكون إضاءته أكثر سطوعا أفترض أن هبوط الجهد عبر الدايود المشع نفسه أعطني 1.2 فولت فما مقدار المقاومة التي ينبغي له استخدامها إذن هنا المقاومة هي عبارة عن جهد البطارية مطروح من جهد الدايود على طيمة جهد البطارية كم قلنا أحسنتم 6 طيب أطرحها من مين من جهد الدايود كم قيمة جهد الدايود ممتاز اللي هو أعطنيها 1.2 على قيمة التيار الجديد اللي أعطنيها كم أحسنتم اللي هو يعتبر طبعا بعد التحويل ملي أمبير أحوله إذن يعطينا الناتج 30 من ألف أقسم الناتج على ألف ويطلع لنا الناتج 30 من ألف يطلع الناتج 160 أوم واضح 160 أوم أحسنتم طيب هنا في سؤال 59 عطانا رسمة أو شكل يقول افترض أن المفتاح الموضح فيه 26 مغلق تذكرون مسألة 58 كان مفتوح الحين في مسألة 59 مغلق والهبوط في الجهد عبر وسط القاعدة الباعث يعطينا اللي هو 70 من 100 فولت وكسب التيار من قاعدة للجامع يساوي 220 أمبير حدد كله من تيار القاعدة تيار القاعدة وان تيار القاعدة أحسنتم هذا هو تيار القاعدة لكن يقول أفرض أنه مغلق في هذه الحالة إذن تيار القاعدة كم يكون كم يكون تيار القاعدة أحسنتم إذن نقسم باستخدام قانون أوم I تساوي B على R نقسم الجهد جهد مين أنا عندي جهدين جهد دايد وجهد بطارية أحسنتم أطرح جهد البطارية ناقص الجهد اللي مار عندنا اللي هو حق الدايد اللي أعطني في المسألة هنا عندنا موجود في المسألة 70 من 100 خلاص أطرح جهد البطارية ناقص جهد الدايد على مين على المقاومة كم قيمة المقاومة هنا أعطني إياها 120 ألف والتالي يطلع لنا قيمة التيار طيب في B يبغى كسب تيار الكسب تيار الكسب هو تيار الباعث على تيار القاعدة أعطني أقل لي 220 طيب هو يبغى تيار الباعث إذن أضرب وسطين في طرفين أحسنتم أضرب وسطين في طرفين يطلع لنا تيار الباعث يساوي 220 في تيار القاعدة طيب تيار القاعدة من وين أجيبه معطني أحسنتم من الفقرة السابقة من الفقرة السابقة طالب تيار القاعدة إذن هذا قيمة تيار القاعدة إذن رح أضربه ويحول لي أو يعطيني على طول تيار الباعث طيب يبغى آخر شيء اللي هو نرجع نتذكر قراءة الفولتميتر كم تعطيني قراءة الفولتميتر هذا هو جهاز الفولتميتر كم تعطيني من قراءة عشان نحسب قراءة الفولتميتر لابد أني أستخدم قانون المقاومة V تساوي قانون أوم V تساوي I في الأر الآي طلعناها اللي هو تيار الباعث 5.1 بعشرة أسالة ثلاثة مقاومة اللي هي معطني إياها 1500 أوم أضربها في بعض تعطيني قيمة ناتج طيب هو يبغى قيمة القراءة إذا الأميتر متصل عبر الترانزيستر أقول جهد البطارية تساوي جهد المقاومة زائد جهد الترانزيستر وبالتالي جهد الأميتر هو يساوي نفسه جهد الترانزيستر إذن أعوض الترانزيستر من وين أطلعه؟ أطلع من جهد البطارية ناقص جهد المقاومة إذا عوضنا فيها إذن جهد البطارية اللي هو سبعة بوينت سبعة طلعناها من هنا وبعدين يطرح من بعض يطلع قيمة الناتج سبعة بوينت ثلاثة وبما أنه جهد إذن وحدته أحسنتم الفولت طيب سؤال ثلاثة وستين يقول لك ينتج الدايود المشعل الضوء ضوءا أخبر طوله الموجي أعطانا طول الموجي اللي هو الليندا تساوي خمسمية وخمسين نانو متر عندما تتحرك الإلكترونات من حزمة التوصيل إلى حزمة التكافر احسب عرض الفجوة الممنوعة بوحدة إلكتروفولت بهذا الدايود طالما أنه أعطاني طول موجي وهو يبغى الآن عرض الفجوة الممنوعة إذن عندي قانون تذكرون قانون الطاقة اللي يقول أن الطاقة تساوي 1240 على الطول الموجي إذن أعوض بتقيمة الطول الموجي نختصر الوحدات مع بعضها البعض يطلع الناتج اللي هو 2.25 وبما أنها طاقة للإلكترون إذن وحدتها إلكتروفولت أحسنتم عندنا فقرة من سؤال تقويم الفصل يقول لك أي العبارات الآتية خاصة بالدايود تعدو غير صحيحة هل هو تضخيم الجهد أم الكشف عن الضو أم أنه يبعث الضو أو يقوم التيار متردد طبعا لاحظنا أن الدايود أساسا يكشف عن الضو ويبعث الضو ويقوم التيار متردد إذن خاصية الوحدة الغير صحيحة هي تضخيم الجهد لأن تضخيم الجهد خاصية في مين؟ أحسنتم في الترزوستر وليس في الدايود ممتاز وبذلك وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله للإقابكم في الدرس القادم بإذن الله شكرا